نتابعين حلقتنا مع سانتي ودكتور ليسر حيم أهلا وسعلا فيك دكتور حضرتك طبيب أطفال ومعك رح نحكي عن التهاب القصايبات الهوائية لدى الأطفال شو هو التهاب القصايبات الهوائية وشو هي وظيفة القصايبات الهوائية أول شي هو التهاب نتيجة عدوة من فيروس ما انه بكتيريا أبدا بسيب الأطفال تحت السنتين بسيب فيه عندنا مثل تراكم مخاطئ يعني ميوكوس بتأدي لانتفاخ إديما بالبرونكول برونكولز هني أدي الممرات الريقوية عندنا البرونكاي تجي قبلون هني أوسع فمنقول نحن واحد عمنا برونشيت يعني برونكايتس هي أسهل بكتير من البرونكيولايتس اللي هي بمحال ديء كتير من الروية فهالشي بيأدي إذا كان إنسيدات كله رديك تنفس قوي كتير إذا إنسيدات جزئة تمرؤ مرور الكرام يعني عند الأطفال منلاحظ أنه أكتر شيء بفاصل الشتي بينتشر هذا البونكولايتس ولازم نلحق يعني دغري أنه نشوف شو نسبة ساتوريشن الأكسجين أحسن بالطفل ينصب بديء تنفس ويؤدي لوافقته عادة ما في عمر معين فيها تسيب في الطفل يعني كل الأعمار معرضة لهذا الموضوع لا في فئة عمرية تحت السنتين وبين ستة شهر والسنتين هي البيك إذا كان تحت ستة شهر بيكون كتير خطيرة على الطفل وممكن بس فوق السنتين ما بتصيبه بلا عند البريماتيور يعني بيخلقوا قبل قوانهم نحن نعرف أن الحبل بيكون بان وثلاثين لتان واربعين أسبوع اللي بيخلقوا تحت الأربعة وثلاثين أسبوع عرضة كتير أن تكون أخطر من غيرهم يعني من هون بدنا نجنبه الكونتاكت مع الناس اللي عندها هذا الفيروس أكيد فيه إجراءات بتكون لتحت الأربعة وثلاثين ويكس غير عن البقوة وحتى فيه شيء مثل فاكسان هو منوكولولا أنتيبادي سوف نحكي عنه بالآخر هو بيكون مثل حماية مثل حماية بنعطى بس لتحت الأربعة وثلاثين ويكس الأطفال تحت الأربعة وثلاثين أسبوع أوكي وبتنصح فيه طالما فتحت سيرته هلأ بتنصح فيه يكون إلزامة مش إلزامة بس هو للأشخاص معينين هلأ بنحكي عنه فيه فئة عمرية فيه عندنا تحت الأربعة وثلاثين ويكس فيه عندنا كمان عنده مشاكل بالقلب وبالروية هو دي لازم يخدوه لأنه هوا على أكيد لازم يخدوه كثير غالي هو كمان ما فينا نعطيه لكل العالم بس فيه أشخاص لازم يخدوه إجباري وبالخمسة شهر المتتاليين هو الفاكسان بنعطى دوز كل شهر هلأ بنحكي عنه وبي عمر السنتين وطلوة بتكون حديته أخاف الفيروس عادة كل ما كبر بالعمر كل ما قاوم أسرع بالأخص هذا الفيروس عادة ما بيجي فوق سنتين غير عند البريماتيورز يعني محصور بهذا العمر أكتر من غيره أول ما يشوفه خلينا نحكي عن مظاهر هالفيروس فيك تخبرني أكتر شو بيكون عم بحس الطفل الأهل شو بيكونوا عم بيشوفه هتبلش عادي أول شيء مثل غريب عادي يعني ميلد فيفر حرارة خفيفة رينوريا سيلين أنف قوي كتير كاف سعلي ممكن تكون ناشفة ممكن تكون بروداكتف مثل ما أنا في ميوكس عم بيعلقوا على البرونكيولز فهالميوكس ممكن يقدو لبروداكتف كاف هالأهم شيء لازم نشخصه كيف بأي طريقة نشوف ويزي تشاست نسمع صفير بصوت بصدر الطفل وكمان في عنا جميع الأوجه طبعا لدي التنفس لدينا الأبنية ممكن طفل ينقطع نفسه لسواني ديسنية اللي هي صعوبة بالتنفس وتاكيبنية هي تسارع بالتنفس أو اللهة من قلة هولي كلهم بيقدو لتاكيكارديا لتسارع دقة قلب الطفل فالموضوع كتير خطير ممكن نلاقي طفل عنده سيانوزز إزرقاء وكمان زيادة عن هولي كلهم منلاقي مثل فيه مثل يعني منلاقي صدر الطفل عم يعني مثل فجوة لجوة فكله هذا بسبب ديء التنفس موضوع كتير خطير لأن الفئة العمري عم تتخيل تحت السنتين يعني نعم عادة العلاج شو بيكون كنية عن شو علاجه أول شي بنبلش نحن بأنه إذا كان ساتوريش للأكسجين في الأسبيق طوب من إيسا إذا كان فوق الـ 92 عادة بيكون سيف إلا إذا كان عم بيعمل ديء تنفس وستوريشن كمان نيحة في ساعتها لازم دخول المستشفى بأي حالي من دخل المستشفى إذا كان عندنا ثلاثة كريتيريا أول شيء الـ SBO2 تحت الـ 92 تاني شيء إذا كان بريماتيور البايبي يعني خلقين قبل أوين وهو دي عرضة أكتر من غيرهم الكارديو بالموناري ديزيس اللي عندهم مشاكل بالقلب وبالروية هولي كمان لو كان ساتوريشن نيحة مندخلهم احتياطا باقي نقاموا رجعوا نتكسوا بيعملوا كملكيشن كتير قوية كمان منخف بالبرونكولايتس هو فيروس عم بيجي بيخفف المناعة بالأخص المناعة بالروية مرات بيصير في حالات بكتيريا يعني نحن عم نحكي فيروس بس بيضاعف المناعة بيجي البكتيريا بتعلق على البرونكولز أو بتعلق بتعمل بنومونيا هالنومونيا اللي عملتها البرونكولز خطرة كتير لأنه بتبلش كمان ساعتها صار عنا شغلتين بفرد وقت وكمان في عنا لازم لأطفال يعني اللي خلقوا قبل قوانهم في احتياطات معينة مثلا ما نقعدوا بيقودا يكون فيها تدخين ما يكون في رتوبة بالبيت يعني كله حيساهم رتوبة بتساهم أكتر بأنه يلقطوا الفيروس حالا ما حكيناش يعني أنه كمان كتريتمان كل شي في كمان أشخاص بيعوزوا الانتيفيرل ريبافيرين هادي فئة عمرية لإلناهم الأشيات الخطورة في عنا شيء مثل نيبولايزد مثل نيبولايزد هايبرتونيك سالاين بالنيبولايزر يعني بخار رزاز بنحط للطفل مادة مثل المصل بس الملوحة فيها كتير قوية دورة تخفف هالإديمة والميوكس يعني المخاط عن طيرتاح الولد طيرتاح أكيد وعادة كل شي فيرل يعني نعطي في الويد كتير سويل ما منفوت بالأنتيبيوتك إلا إذا كان فيه بكتيريا لصبق انفاكشن مع نومونيا فكرمال هاكي ما لازم كل شي فير انفاكشن يلا ضغر نعطي الطفل أنتيبيوتك هاي شي حيوطي المناعة ومنعطي كورتيزون كمان إلا إذا كان فيه دقيق تنفس كتير قوي لأنه أول مراحل الفيروس كمان كمان خطرة شكرا كتير دكتور حايم بعتذر منك بس أنا بدأ ننتقل للايف أهلا وصحبا فيك